كرة خطرة اللي أمجد عطوان لمصلحة المنتخب العراقي الدخول المرور خامس 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 هو 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 حسين علي نجم الصفاقسي التونسي يسجل خمس أهداف اللقاء بالخمسة خمسة وخمسة المنتخب العراقي يسجل في شباك اليمنيين أمام أفراح العراقيين الخمسة وستين ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة المرور الرائع من أمجد عطوان اللاعب المهاري اللي صنع الفارق والتزديد بالمباشر باليسارة هبا 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 عراقية بامتياز خماسية بامتياز الله حسين علي يأبى إلا أن يضع بصمته في اللقاء يسجل في هذه الأثناء ويصيب المرمى اليمني بخامس الأهداف صارت خمسة صفر وخلص الصدارة عراقية الصدارة عراقية بخمسة أهداف العراق يضرب بقوة ويرسل برسائل إنذار إلى المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي يا أما قطر يا أما البحرين يا أما الكويت يا أما ممكن حتى الإمارات بحسابات المجموعة الثانية بحضوظ المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الثانية اللي راح نتابعها وإياكم يوم غد إن شاء الله أمام حضور البراءة العراقية الحاضرة في المدرجات